موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذا البرنامج نسأل الله في فاتحته التوفيق والسداد اليوم هو أول جمعة في رمضان والناس تشعروا مع أول جمعة تشعروا بذلك الارتياح الإيماني صادف يوم الفاضل في شهر فاضل في وقت فاضل في زمن فاضل وقت يحبه الناس لأنه يوم عيد ويوم اختصه الله جل وعلا ويوم ميزه الله هو سيد الأيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصادف ذلك في هذا الشهر الفضيل ما أجمل أن ترى تلك المساجد وهي عامرة بروادها عامرة بمصلي صغارا وكبارا تجد التالي كتاب الله عز وجل وهذا الذاكر وهذا المصلي وهذا المستغفر وهذا الذي يسبح هذا الجو الرائع الإيماني تلقاه من أولئك الناس على أعمار متفاوتة وأعمار مختلفة جميل أن ترى هؤلاء على طاعة الله سبحانه جل وعلا وجميل أن ترى هؤلاء على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم مقتفين ومقتدين ومهتدين به صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل لكن السؤال الذي يدور في نفسي وفي أظن في نفوس الكثير أثر هذه العبادات أثر العبادات في التقويم وفي تعديل سلوكنا وكذلك في الانتقاء بأخلاقنا وبمهاراتنا وبتعاملنا مع الآخرين أثر هذه العبادات في رقي إيماننا في زيادة إيماننا أثر هذا الإيمان في حفظ أفكارنا في حفظ تعاملاتنا في حفظ أنفسنا من الوقوع في الخطأ أو في التقصير لما أنظر إلى نحن الآن قطعنا شوطا في صيام هذا الشهر الفضيل أثر هذا الصوم علي أنا أثر تلاوة القرآن علي أثر الصوم علي أثر الذكر علي أثر قيام الليل علي هنا لابد لي أن أضع مقياسا نحن الآن فدخلنا في السادس فلابد أن أنظر إلى مقياس هذه الطاعة على نفسي أرى سينا من الناس لم تتغير طباعه لم يتغير تعامله هو أن نفسه لم يتغير أن الحرام الذي كان يشوفه ما استمر عليه وفلان الذي كان ماشي في درب الغلط لا زال يأتوق وكذلك يتمنى يرد له يا الله رمضان مخرب عليه وآخر الذي كان يتعامل بتعامل معين لا زال قائم على هذه ألعاث التعامل إذن أين أثر هذه العبادة على سلوكنا لو أتينا إلى البيوت هذا البيت لابد أن يكون محطة لرحمة الله عز وجل ومحلا لتنزل الرحمات لابد أن أجعل البيت بيتا إيمانيا فيه الرحمة وفيه الشفقة وفيه اللطف وفيه الإيمان وفيه الصلاة وفيه الذكر وفيه الاستغفار أي شحناء لابد أن تبتعد وأي بغضاء لابد أن تذوب وأي نفور لابد أن لا يكون له وجود بل لابد أن تكون لك الرحمة والحب والألفة والخير والسداد في محيط هذه الأسرة أنظر إلى هذا التعامل ثم أنظر كذلك إلى العبادات التي شرعها الله عز وجل وقد تكلمنا مرارا عنها في هذا البرنامج أنظر إلى تلك العبادات أقول سبحان الله الله عز وجل شرع الصوم والصوم تطهير للذات تطهير للسلوك تخليص البدن من الأردان ومن السموم ومن كل ما يعني يعتري هذا الجسد طهر لهذا القلب أنظر إلى تلاوة القرآن أنظر إلى أن فيه كذلك إلى تصفية إلى الروح وتنقية للقلب وتعديل للسلوك لماذا؟ لأن القرآن فيه حفظ فيه نور فيه هدى فيه الشفاء فالأصل أن القرآن يؤثر على هذا الإنسان يؤثر في فكره في تعامله في رقة قلبه في رقة طباعه أنظر بعد ذلك إلى الإنفاق كان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة كان صلى الله عليه وسلم كثير الصدقات أنظر إلى أثر هذا الإنفاق وأثر الصدقة علي أنا في هذا الشهر الفضيل من وجود اللحمة وجود الترابط وجود التآلف وجود التكاتف الشعور بالطرف الآخر الشعور بمعاناة الآخر الارتقاء بالآخر من الحياة التي هو فيها حتى يشعر بذلك الجو الإيماني وبالرباط الإسلام الإيماني الحقيقي الصحيح أنا كيف أرتقي في تعاملي مع الآخرين؟ هذا المعدوم هذا الذي لا يجد شيئا من الطعام فلما يأتي هذا الشهر الفضيل تقوى تلك الألفة ويتكاتف الناس ويسعد الآخرون حينما أنظر إلى إلى هذا العالم هناك الفقير هناك المسكين هناك المعدوم وهناك المحتاج وهناك المريض وهناك الذي يحتاج إلى إعانة فيأتي هذا الشهر الفضيل لتصفية النفس في هذا الجانب لزيادة الترابط بين الناس المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في هذا الشهر الفضيل يتأكد أكثر وتزداد اللحم أكثر ويزداد التعاون أكثر ويزداد الترابط أكثر حتى يرتقي الإنسان أنت المحتاج إليه هذا الفقير هذا المسكين أنت المحتاج لأن غاية ما لدى هذا الفقير إلى لقمة وإلى كساء غاية ما لديه يحتاج إلى مكان يأويه لكن أنت المحتاج إليه إلى رحمة رب العالمين تحتاج إلى جنة أنت المحتاج أن الله عز وجل وعينك في هذه الحياة أن الله يبارك لك في مالك إذا من محتاج أكثر هذا المحتاج أكثر هذا المحتاج أنت الغني أنت المحتاج هذا الفقير قد يحتاج إلى لقمة يعني وإلى شراب وإلى كساء لكن أنت المحتاج إلى ماذا محتاج إلى رب العزة جل وعلا فلما تنظر إلى هذا المسكين هذا مشروع بالنسبة لك أنت تعينه فتكسب قلبه تعينه فيلطف بك الله عز وجل ويرحمك رب العزة سبحانه جل جل في علاء ما أجمل أن نشعر أن نشعر بهذا الشعور حتى إذا أنت قلت بمد يد العون ذلك الفقير لا تمد له من يد علية لا تمد له من علوم لا أنت المحتاج فتعطيه وتشعر أنك الذي محتاج إليه بعض الناس يعني يظن أن هذا الفقير أنه هو المتفضل المتمنن عليه من الذي أعطاك المال حقيقة هو الله هو الذي هو القادر على أن يسبه منك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاو وتنزع الملك من من تشاو وتعز من تشاو وتذل من تشاو بيدك الخير وأنك على كل شيء قدير فأنت حينما تعطيه بعض الناس يظن أنه يتمنن عليه وأنه يتفضل عليه ومن أنت هذا المال مال والله عز وجل فأنت تعطيه وأنت محتاج إليه قدم له المال بابتسامة قدم له المال بابتسامة وبكلمة طيبة وبكلمة طيبة جبرا للخاطر وعانة له وملاطفة وكذلك رحمة تنالها من الله سبحانه جل وعلى الدعاء وأثره في هذا شهر الفضيل لوجود ذلك الرباط القوي الذي سيؤدي به إلى قوة علاقة وإيمان بالله سبحانه جل وعلى هذا الدعاء هو عبارة عن اتصال بالله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أما يجيب المضطر إذا دعاه تلجئنا الله سبحانه جل وعلا فيعطيك ويكشف حاجتك ويكشف كربتك ويسد حاجتك ويعينك على كل شيء سبحانه جل وعلا معنا اليوم ضيف من ضيوفي صاحب بسم رئيس الدولة نتحور معه حول عبادته من عبادات هذا الشهر الفضيل حول بعض المساء المتعلقة بها ابقوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد ومع ضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الطهر أبو القاسم رأيك حياك الله فضيلة الشيخ شكرا جزيلا بارك الله وفيكم على الدعوة الكريمة سعدنا بوجودك وبيلتقاء بك في هذا البرنامج شكرا جزيلا بارك الله فضيلة الشيخ الطهر طبعا من ضيوفي صاحب بسم رئيس الدولة في هذا الشهر وطبعا هذه عادة متبعة من عادة الشيخ زايد رحمه الله ورحمة واسعة على استقبال العلماء في هذا الشهر الفضيل ولمدارسة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بيوت الله عز وجل ولإفادة الناس والاستفادة من علم العلماء في هذا الشهر الفضيل فضيلة الشيخ حللت أهلا الله يبركي وصعدنا بلقائك الله يسألت نحن فضيلة الشيخ في هذا الشهر الفضيل تتنوع العبادات والناس تترقب هذا الشهر لأدائها ولعل من تلك العبادات التي يعتني الناس بها تلوة كتاب المولى سبحانه جل وعلا بذي يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن فضيلة الشيخ لما كانت العناية بكتاب الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل شكرا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وآله الطيبين المطهرين إلى يوم الدين بداية أشكركم وأشكر كل ما كان سببا في قدومي إلى هذا البلد العامر بلد الإمارة المحفوظ المستور شكرا يتصل إلى الأباء والأسلاف لما كان لهم من حظ وافر في سقاية هذا المجد الذي نسأل الله أن يكون ساريا جاريا في هذا البلد خاصة وفي المسلمين عاما وأما عن ما تفضلتم به وأنتم أهل وأصحابي فضل وخير عن القرآن الكريم فهو ديداننا في العمر كله واهتمامنا بالقرآن الكريم هو اهتمامنا بكلام الله عز وجل وانطلاقا من الآية التي ذكرتمها على لسانكم الكريم التي نحفظها جميعا سائلين الله أن نكون بعد حفظها محافظين لما يتحقق فيها من المعاني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أنه قيل في كثير من التفسير وهي الأرجح في الأقوال أو أكثرها أو أغلبها أن القرآن نزل في السماء الدنيا بعدما كان في اللوح المحفوظ في شهر رمضان وقيل إنه أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر الكريم إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا مندرين وهناك من اللطائف في القول في وجوب الصيام بصلة القرآن الكريم كما ذكر الإمام القشيري ومعجيبة في البحر المديد وغيرهما أنه في مراد الله عز وجل وهو أعلم بالمراد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي أنزل في حقه القرآن أي تنزل لوجوبه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه أي في وجوبه وفي وروده القرآن الكريم بهذا المعنى وذاك نرى أن هناك صلة بالغة بين هذا الشهر الكريم وبين القرآن الكريم صلة لا نعتبرها إلا مدرجة ومطية لكي يكون القرآن الكريم ليس ملازما للصيام إنما ملازما للإنسان في عمره كله فما صلة القرآن الكريم بالصيام إلا من حيث تنزله من حيث العادة ومن حيث أننا نألف قراءة القرآن إلفنا للتراويح إلفنا للقارئين للقرآن ما نألفه من العادة في إقبال الناس في أكثرهم على القرآن الكريم كل هذا ليكون أثره بعد ذلك القرآن هو حياتنا في العمر كله إذن حديثنا عن صلة القرآن بالصيام هو حديثنا عن مدرجة يجعلها الله تعالى ومطية ليرتقي بها العبد في حياته مع القرآن الكريم إذا نريد أن نخلص من هذه الفكرة التي تتردد في أفكارنا وفي أذهاننا كثيرا أننا لابد أن نتحقق بهذا المعنى فلو قلنا إن الصيام له صلة بالقرآن بغير هذه الثمرة لانقضى رمضان وانقضى معه أمر قراءة القرآن ولكننا حينما نخلص أن القرآن جاء مدرسة الصيام جاء مدرسة وشهر رمضان جاء مطية ومدرجة وتعليما لنا وتهذيبا وتقوية لقلوبنا إلى الأخذ بالقرآن الكريم صار ذلك الآثر محققا بقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في حياة بشرية سائغة للإنسان يهدي للتي هي أقوم وفي الآية التي أخبر فيها المولى عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي الآية التي قبلها قال لعلكم تتقون فالصيام فيه تحقيق وتحصين للتقوى ورمضان فيه هدى لذلك الإنسان في هذا الشهر الفضيل فطلب الهداية وإيجاد الهداية مطلب عزيز يتنافس لأجله المتنافسون ويسعى لأجله وتحقيقه المخلصون لأن الغاية أن يكون الإنسان في هذه الحياة مهتديا حتى يصل المولى سبحانه جل وعلا ارتباط كتاب الله عز وجل بالهدى وخاصة مع أثر الصيام في تحقيق التقوى نعم كما تفضلتم هذه الآية التي استهل الله سبحانه وتعالى بها آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن ما رتبه الله سبحانه وتعالى من تكليف بالصيام على هذه الأمة المحمدية يكون على المنح الذي رتبه على الأمم لتحقيق نفس الغاية فالأمم التي قبلنا كلفها الله بالصيام على صورة أخرى على غير صيامنا كما تعلمون يحتاج هذا إلى تفصيل آخر كلفهم الله بالصيام ولكن الأثر واحد للتقوى نستجهد بهذا لقول الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إذن المقصد في من قبلنا تقوى الله والمقصد كذلك بالوسائل وبالتكاليف كذلك لنحقق تقوى الله إذن ليكون هذا داعيا إلى الإنسان أن يعلم أن المراد من هذا التكليف خاصة ومن كل التكاليف من الله عز وجل أن يصل إلى ربه على سبيل الهدى إلى الله عز وجل نحن نحب أن ننظر إلى من حولنا من الكائنات مما عاينا أو ممن نشهدهم بعلم الغيب إيمانا وتصديقا ثم ننظر هل هناك ارتقاء فوق هذه العوالم حينما يقيس الإنسان نفسه بعوالم أخرى يجعل الله تعالى له عليهم رتبة فيعلم أنه أولى بهذا العمل أعني بذلك ما ورد في القرآن الكريم من قوم وطائفة من الجن جاءوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام بطريق القرآن فكانت النتيجة هي الهداية يقول الله عز وجل قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به إذن كان هؤلاء القوم من الجن اهتدوا بالقرآن الكريم فالأمة المحمدية والخلق من بني آدم عموما ينبغي عليهم أن يكونوا أولى من هذه العوالم أو من هذا العالم خاصة إلى أن يهتدوا بالقرآن الكريم فيأتي شهر الصيام ليحبب إلينا القرآن أكثر عامة وخاصة سرا وعلانية أعني مثلا بما نألفه جميعا ونحبه جميعا ونقبل عليه جميعا سائلنا الله القبول سرا وعلانية بصلاة الترويح مثلا من العادة أن الإنسان لا يشهد قراءة القرآن الكريم مرتبا ويسمعه في المسجد في كثير من الأحوال ها هو شهر رمضان فرصة سائغة ليسمع كلام الله عز وجل ثم ينتقل من حال الجماعة بعدما يذيقه الله بتوفيقه حلاوة هذه التلاوة للقرآن الكريم ويوصل إلى قلبه بعد سمعه من آذان سامعة إلى قلوب واعية حلاوة القرآن الكريم فيأتي مجربا للقيام في بيته إذن نقول كذلكم الهداية في شهر رمضان حب القرآن في شهر رمضان ونقول كذلك من الأمور التي نراها لمن اصطفاهم الله جعلهم في أعلى عليين حتى أننا نرى في كثير من الأحوال مثل هذا القول حجابا بيننا وبين أمر أعنيه وهو القيام كثير مننا من يقول إن القيام إنما هو للصالحين إنما هو للسابقين إنما هو للفائزين ولكنه للمسلمين جميعا إذن القيام نتعود عليه في هذا الشهر الكريم ينتقل الإنسان من قيامه مع جملة المسلمين إلى قيامه بما يجربه واحدا بينه وبين نفسه أو مع بقية أهله أو مع أهلاء أهله أو مع زوجه أو القرابة ليكون التحصيل في النهاية أن الإنسان يعيش مع القرآن الكريم على دافع وشحنة وتكليف الصيام في هذا الشهر الكريم ليصل إلى هذا الاهتداء وكم اهتدى أقوام بالقرآن الكريم وكم وصل أقوام كثير مننا يعلم قصة سيد الفضيل بن عراض رضي الله عنه كان قاطعا للطريق وكان الناس يعلمون خبره في الآفاق وكان الناس يحذرون الطريقة التي يمر بها أمر قافلتهم على هذا الفضيل بن عياد فتسور حائطا للسرق قيل لمقصد آخر فلما تدلت رجله في وسط هذا البيت الذي عزم أن يسرقه ورجله أخرى تريد أن تلحق بالرجل الأخرى ليتسور هذا البيت سمع صاحب البيت وفي ذلك دعوة أن الإنسان يحفظ بالقرآن الكريم حتى من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري أن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا تسور الحائط فسامع صاحب البيت يقرأ قوله تعالى في سورة الحديد ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق سمعها وكان من توفيق الله أن سمعها بقلبه بأذن وعية وصلت إلى قلبه فقال الآن آن الوقت يا ربي ثم نزل من هذا الحائط وتاب لله عز وجل وكان من لطائف تثبيت توبته أنه خرج من المدينة وآوى إلى خربة في خارج المدينة فجاء أقوام إلى قافلة وقالوا لا ندخل المدينة واجتمعوا به من حيث لا يعلمون أنه الفضيل بن عياض واجتمعوا به وأواهم المكان جميعا فقالوا لا ندخل المدينة خوفا من الفضيل بن عياض قاطع الطريق لكي لا يسطبنا ما لنا فزاده ذلك ثباتا وقال يا ربي أسألك ثباتا على كلامك وعلى ما دللتني عليه من الخير إذن هنا اهتداء لأجل سماعه للقرآن الكريم دكتور يعني فضيلة الشيخ من الهدى لعلنا نظرنا هذا الجانب إلى أن الهدى هو هداية التوفيق في أن الإنسان يهدى إلى أن يقرأ القرآن أن يكثر من تراوة القرآن أن يجعل ذلك القرآن معه في قيام الليل يؤثر كذلك عليه في سلوكه في تعامله في أسرته في تعامله مع الآخرين كذلك ما وأدي به إلى أن يبعد نفسه عن تلك الصفة وصفة الهجران أن لا يكون من أولئك الذين يعني كانوا من أهل الهجران لكتاب الله سبحانه جل وعلا فضيلة الشيخ إذن لا بد أن ننظر إلى الأثر المترتب على ذلك النظر الأثر المترتب على تلاوة القرآن البعض الآن يعني مر عليه خمس أو ست أيام تقريبا وهو يتلو كتاب الله لعل البعض قد ختم القرآن أو زاد في ذلك لكن فضيلة الشيخ النظر بعد ذلك إلى السلوك المترتب أي أقل أن يدخل ذلك النور في ذلك الجسد ويدخل في القلب ويأتي للأعضاء كلها ثم بعد ذلك لا يؤثر ذلك النور لذلك العبد فهل هناك من خلل طبعا المحال أن يكون في كتاب الله عز وجل فهل الخلل في طبيعة القراءة هل الخلل في عدم استحضار القلب لكتاب الله عز وجل لماذا؟ لأن الأصل في الذكر أن يقوم بترويض السلوك وكذلك بتقويم هذا البدن تقويبا بما يحقق مصلحة للإنسان في دينه وكذلك في دنياه في تعامله مع الآخرين نعم رأينا ما تفضلتم به في هذا الأمر وبيت القصيد وديداننا فيما نتحدث به للقرآن الكريم في هذا الشهر الصيام وشهر رمضان وغيره ذلكم أن الإشكالية الحقيقة الحقيقية التي يريد أن نصل إليها هي وقوفنا حول هاته القطيعة التي تكون بين الإنسان التالي للقرآن القائم في صلاة الترويح بل حتى القائم في بيته في شهر رمضان فإذا جاء شوال انقطع عن القرآن الكريم وهجر ما ألفه من هذا الشهر الكريم وألفه من المعاني ومن الروحيات التي كان يجدها وحتى من الوجد الذي كان يتخلل قلبه من حب القرآن الكريم هذا الأمر أصله فيما أرى عدم إجلال القرآن الكريم من حيث أنه كلام الله فلو علمنا بتحقيق المعنى أن القرآن الكريم هو كلام الله لكان هناك إجلال للقرآن في قلوبنا إجلالنا للحق سبحانه وتعالى إذا قرأنا القرآن نقرأه بحب نعم ونقرأ كتاب الله عز وجل ما استحرار نعم أننا الآن بين يدي كلام الله سبحانه وتعالى هذا هو بيت القصيد لأن المحبة كما عرفهما هو لذة وجود المحبوب في القلب أي شيء أحببت هذا الشيء لأنه وجد حلاوة في قلبه حينما يستحضر الإنسان قول الله تعالى في أي آية يا أيها الذين آمنوا فليعلم أن الله يخاطبه يا أيها الناس أن الله يخاطبه يا عبادي تحبب وتحنن من الله في خطابه الإنسان لابد أن يستشعر أنه جليس الله عز وجل في هذا القرآن وأنه في معية ربه سبحانه وتعالى ومن ذاق حلاوة معيته مع الله لا بد أن لا يهجرها بعد ذلك وأن لا يستبدل هذه الحلاوة بأي حلاوة كانت في الدنيا لأن من ذاق جرعة من صاف طهور محبة لا أغنى عن من سوا في الدنيا كلها ولهذا نريد أن ننتقل بالقرآن الكريم من التملي من قراءته من التملي إلى التجلي إلى أن ننظره سلوكا وعملا إلى التحلي أن نتحلى بالقرآن الكريم ويكون لباسا لنا وأن يكون شعار حياتنا انظروا يا أخي الكريم وكلنا نعيش هذا الجو وكلنا نعيش هذا الظرف كلنا نشكو الهموم والكروب كلنا يعني لا يطيب لنا ما في الدنيا من الهموم والعيوب ولكن أين القرآن من كل هذا أنشكو كل كرب ونشكو كل هم وعندنا كلام الله العز وجل الذي قال فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيقع لنا من الأمر الذي نقف عنده مليا كيف لنا أن نأخذ بالقرآن الكريم سلوكا حياتيا لنا من خلاصة أن القرآن جاء فيه كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء أي كرب وأي هم وأي غم وأي مشكلة وأي شيء من العلائق أو العوائق إلا وكلام الله يتصد له ولهذا من تحفظون أخذ من بركة ما في قلبكم الكريم وفي قلوب المستمعين من الكلام النفيس الذي سمعناه عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه الذي ينتسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون وانتسب من جهة أمه إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال عجبت لمن أبتلي بخمس كيف يغفل عن خمس كلها من القرآن عجبت لمن ابتلي بالضر وكثير منا يشكو الضر كيف يغفل عن قول الله سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فإني سمعت الله تعالى يعقبها بقوله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وعجبت لمن اشتكى الغم كيف يغفل عنه أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإني سمعت الله سبحانه وتعالى يعقبها بقوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن مكر به كيف يغفل عن قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله عز وجل يعقبها بقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن خاف شيئا كيف يغفل عن قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله تعالى يعقبها بقوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن أعطي نعمة كيف يخشى زوالها فإني كيف يخشى زوالها ويعزب عنه على أن يقول ما شاء الله لقوة إلا بالله فإني سمعت الله تعالى يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لقوة إلا بالله هذه الكلمات بقدر نفستها إلا أنها موجودة في القرآن ونجدها في كتاب الله إذن القرآن يهدي للتي هي أقوى من سلوكنا ومن توجهاتنا ومن معاملاتنا كل من اتصل بشريف شرف نعم وكل من اتصل بالله عز وجل شرفه المولى جل وعلا في قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له الحافظون ونحفظ لكتاب الله عز وجل أثر ذلك الحفظ على الإنسان نفسه ولذلك البيت القلب الذي أو الإنسان الذي لا يقرأ القرآن كالبيت الخرب الجسد الجوف الذي ليس فيه كتاب الله عز وجل كالبيت الخرب جميل أن ننظر أن نرى أولئك الأطفال أن نرى أولئك الأبناء وهم يحفظون كتاب الله عز وجل وهم يتلون كتاب المولى عز وجل فيحفظه المولى سبحانه جل وعلا وأن نرى أولئك الكبار كذلك وهم مرتبطون في كتاب الله سبحانه جل وعلا ارتباط وثيقا فيحفظه المولى سبحانه جل وعلا أثر القرآن في شفظ الإنسان سواء كان في السلوك أو كذلك في باب الاستشفاء أو كذلك في مجال طرد الهم والغموم سواء كان في الصغر أو في الكبر نعم من الأشياء الجميلة ما ذكرتموه سعيد الكريم في أننا نرى براءة أبنائنا حينما يقبلون على القرآن ويحفظونه وينزله الله سبحانه وتعالى منزل التمكين في قلوبهم وفي ألسنتهم حتى نرى بدانهم تتواجد من لذة وجود القرآن أنوارا وأسرارا في قلوبهم ولازلنا نقول على اليقين مدام هناك أبناء يحفظون القرآن في صدورهم كلام الله لا زال حفظ الله عز وجل والله تبارك وتعالى يحفظنا بأقوام في صدورهم القرآن ولهذا من النفيس من القول ينبغي أن لا ننظر أن القرآن تنزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أورثه قلوب صحابته ثم قلوب أمته من بعده قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما من كلام لله عز وجل يحفظه إلا يحفظ به صاحبه وكلام الله عز وجل ما دام محفوظا هو محفوظ في الصدور نحن من الكلام الذي نحن على اليقين به أنه محفوظ بالمصاحف مقرؤ بالمصاحف متعبد به كما نعلم في ترتيب أو تعريف القرآن الكريم لكن أول ما نقف عنده عمدة لحفظ القرآن الكريم المحفوظ في الصدور الذي حفظه الله عز وجل في الصدور وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه الأوعية ثم نقول إن الله يحفظ الأوطان ويحفظ البلاد ويحفظ الزمان ويحفظ كل فئات كان عندها كلام الله عز وجل وحاش لله تبارك وتعالى أن يحفظ كلامه ولا يحفظ المحافظين له فإذا انتقلت الأمة من حفظ القرآن الكريم تنزيها وإجلالا وإعظاما له إلى إنزالها في قلوبهم إلى إنزالها في قلوب الأبناء والنشأ ثم تصير بعد الحفظ للقرآن محافظة للقرآن الكريم ولو شاء الله عز وجل من الإشارة أن جعل حفظ القرآن في مستودع غير القلوب ولكنه جعل القرآن يتنزل في القلوب والصدور ثم يكون ذلك جوهرة لمنطلق الجوارح بعد ذلك ليكون حفظه في الصدور يشع على البدن وإذا حلت الهداية قلبا ناشطت في العبادة الأعضاء فنرى أن الله سبحانه وتعالى لما جعل في الصدور والقلوب أوعية لكلامه نحفظ بقرآني كذلك أجساد الأخرى نحفظه نعم ونأخذ فاصل فضل هذه الأكثر ثم ونعود إليك مرة أخرى فقو معنا أيها المشاهدين شكرا مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد ومع ضيف حلقتين فضلة الشيخ الطاهر أبو القاسم برأيك حياك الله الشيخ مجددا شكرا جزيلا بارك شكرا شكرا أنك تتكلم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وفي معرض حديثك كنت تتكلم عن أثر هذا القرآن في حفظ بيوتنا وفي حفظ أجسادنا وفي حفظنا وكلما كان الإنسان وحافظنا كتاب الله عز وجل حفظه المولى سبحانه وتعالى حتى يحفظه في قلبه يحفظه في بيتي يحفظه في أسرة يحفظه في شأنه كله ولعل يعني الآن استحضر قصة سيد بن حضيرك حينما كان يتل القرآن في مربده نعم إذ هاجت وجالت الفرس بينما كان يقرأ سورة الكهف لأن الله أرسل ملائكة تستمع لقراءة شريفا وإكراما لذلك التالي كتاب الله سبحانه جل وعلا فضلة الشيخ أثر ذلك القرآن في بعض التوجيهات الإلهية إلى أفراد الأسرة يعني مثلا نحن نقرأ القرآن ننظر إلى خطاب الله عز وجل إلى الزوج في التعامل مع زوجته وكذلك في تعامل الأبناء مع الآباء وكذلك في تعامل الزوجين فيما بينهم وكذلك في تعامل الخلق مع الخلق إنما المؤمنون الأخوة وكذلك في حرمة الاعتداء وكذلك في أدنى القول وأدنى الفعل وين لكل همزة اللمزة نعم من الشيء الذي ينبغي أن ننوه له أن القرآن الكريم جاء فضلا على مسائل العقاد والقصص وغيرها جاء بالتكاليف والعناية بالأسرة في طرف كثير من الآيات الكريمة والقرآن الكريم الذي تنزل رحمة عليه صلى الله عليه وسلم جاء بكل خير وبكل رحمة لكل نواحي والنواحي العلاقات الموجودة في الأسرة هو يدل على الرحمة بين الأبناء والأباء رحمة بين الأزواج رحمة بين الإخوة رحمة بين المسلمين جميعا يتعلم الإنسان ما من شك أن الذي مثلا يحضر صلاة الترويح قد تمر به الآية والآيتين أو الثلاثة أو الأكثر من ذلك يسمع فيها خطابا عن الزوجين أو خطابا عن المرأة والرجل خطابا عن الأباء خطابا عن الأبناء فيأخذ ذلك قياسا على نفسه ويراجع بذلك نفسه أترى الأشكالي وين الشيخ؟ نعم أشكالي ما تقرأ المرأة وعشرهم معروف نعم أنه عام ينطبق على الجميع صحيح فانظر مثلا من الشواهد أدال على ذلك أن سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها هي تروي هذا الخبر قالت لما نزلت آية الحجاب نزلت عليه صلى الله عليه وسلم فبلغ بها الرجال قال فانطلق بها الرجال إلى بيوتهم وصرفوها إلى نسائهم فعملنا بعد ذلك وشققنا ما كان لهن من ستور أو خمر أو غير ذلك ولبسنها وسترنا أنفسهن لأن الخطاب بعد ذلك واتقوا الله لعلكم تفلحون فهو خطاب للأمة لكي تفلح بنظر رجالها ونسائها صغارها وكبارها إذن لما نرى من القرآن الكريم ما يتعلق لنا من حقوق لابد أن نعترف بأننا كذلك نرجع للقرآن فيما علينا من واجبات وكذلك ينبغي للزوج كما يعلم من خطاب الله عز وجل له إجلالا له الرجال قوامون على النساء فينبغي أن يأخذها من باب واجب عليه وليس من باب حق إنما ذلك حق له لكي يكون رب أسرى ويتحمل المسئولية وهو الناطق الرسمي عنها وغير ذلك وأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة والمدير وغيره ولكنه يعلم أن هذا تكليف أكثر منه تشريف وأن القوامة تلزمه أن يكون راعيا وأن يكون مفقا له معنى تسلط وهي كذلك لإضرر بالطرف الآخر فينبغي أن يعيش بالقرآن فيما له وما عليه كذلك والمرأة كذلك تسمع إكرام الله عز وجل لها في القرآن الكريم وتسمع كذلك من القرآن ما يجب عليها شيئا من الواجبات كذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في خطبة الوداع قال أيها الناس استوسوا بالنساء خيرا لهن عليكم حقوقا وعليكم لهن عليكم يعني ولكم عليهن حقوق إذن حدثا عن الطرفين صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع وكذلك القرآن الكريم نريد أن يكون سلوكنا بالقرآن الكريم نجد مصدره الأولى في القرآن الكريم نجد واجباتنا ونجد حقوق حتى فضلت تتكلم أن أستحضر قول عائشة هي الزوجة تتكلم عن زوجها قبل أن تتكلم عن نبي المرسل قلت وكان خلوقه القرآن هي استشعرت ورأت ذلك الخلق في تعامل زوجها والرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتكلمته بما رأت من تعامل في ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى أخبرتنا سيدتنا عائشة ما لو كان لمرأة أخرى ما أخبرت به حتى أننا يمكن أن نقول ما لسيدتنا عائشة أخبرت والمذمة ظاهرة أو النقص ظاهر في هذا الأمر ولكنها من بلاغها ومن علمها أن من الصدق في الإيمان تبلغ هذا الأمر إخبارها عن غيرتها مثلا وإخبارها مثلا رضي الله تعالى عنها عن دقائق تفاصيل حياتها معه صلى الله عليه وسلم حتى قالت لما كان في ليلة من الليالي وكان بجنبي قال يا عائشة ذريني أتعبد إلى ربي نقلت لنا هذا اللافظ لو قال الرجل لمرأته ذريني لآل الأمر الآن إلى الطلاق وإلى الهجراني العميق وإلى ما لا تحمد عقباه ولكنها كلمة نقلتها لأنها تعلم أن المراد فيها انتقال إلى الله عز وجل ولا يذرها صلى الله عليه وسلم إلى الله إلا لما يعود عليها من خير فدرك الشيخ نعم ما هو معاني الجمال في قل هن لباس لكم وأنتم لباس لهم نعم هذا النظر ينبغي أن ننظر إليه بوجهين أولهما كما قال المفسرون يمكن أن يعد الرجل ما يستر حال زوجته ولهذا يكون لباسا لها وتعين المرأة كذلك زوجها على ما يكون من لباسه والمعلوم أن نظر المرأة للرجل أشفى من نظر الرجل إلى الرجل ولهذا نجد أن كثيرا مما وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن وصف سيدتنا أم معبد الخزاعية في طريق الهجرة كان أشفى وأوفى قالوا لأنه نظر امرأة إلى رجل وهو قول بديع في نهاة التدقيق فمن هنا يأتي كذلك أن المرأة لباس للرجل من حيث أن ترقب لباسه وتنظر ظاهره كذلك والمعنى الأولى أن نتابعه أن الرجل يكون محيطا بهذه المرأة عناية ويحفظها مما تكره ويحفظها من كل سوء ومن كل أذية وهي كذلك تعينه على طاعة الله عز وجل بقية دقائق قليلة جدا نعم والمخرج الله يهدي أنه مستعد لقطع البرنوج الله خير بفضلة الشيخ الأهل الأمة الإسلامية الآن تعيشوا واقعا أليما حقيقة فهناك القتل وهناك الفتن التي قد انتشرت في بعض البلدان وتلك الأفكار المضللة التي تعصف بهذه الأمة المحمدية أمة الرحمة أمة الخير أمة السلام وما نرى من ذلك كذلك من أحزاب متناحرة تأثرت في جبين هذه الأمة التي يراد لها الرفع ويراد لها الخير أثى القرآن في حفظ هذا المجتمع وكيف الناس إن نظروا لكتاب الله عز وجل كان سببا في هداية وإيجاد الرحمة بينهم نعم من السلبيات التي ينبغي أن نعترف بها أننا ننظر إلى الواقع من غير أن نؤصل المسألة وأصل المسألة فيما نجده مما نكرهه وننبذه للخليقة لا سيما لأمتنا المحمدية خاصة أننا لا نقف على أصل في علاقتنا بالقرآن الكريم وهي مسألة تفضلت بها ابتداء وهي تصلح للموضوع كله ابتداء وانتهاء هي مسألة هجر القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رغم هذا العناية فيما نراه من سلوكات عملية معطلة عن حب القرآن الكريم الفعلي سيشكون إلى الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا فينبغي أن نكون عند حسن ظن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بتلاوته فحسب بل بما يكون أولا تلاوة للقرآن الكريم حتى يحفظ تمكينا في الصدور وفي الألسن ثم أبلغ من ذلك حتى نحقق حياة مع القرآن الكريم وحياة آمنة بالقرآن الكريم الله عز وجل حينما يحفظ الأمة يحفظها بحفظها لكلامه ولو جربنا العبد يحفظ عهد فلان لا أكرمه ولا أجزل له العطاء رأينا شعراء يكرمون من الملوك لما مدحوهم ولما حفظوا عهدهم وأبياتهم وقصائدهم ولله المثل الأعلى كيف بالأمة لو حفظت كلام الله الذي جاء لأجلها جاء لسماحتها ولألفتها ولأخوتها ولترابطها نحن ندعو بمثل هذا الكلام أن يضلل القرآن الخليقة كلها نحن نريد الأمن والعافية والسلامة وكل خير للخليقة كلها مضاعفا لأمتنا المحمدية كل هذا يكون بكلام الله عز وجل ظاهرا وباطنا شفاء وبركة إن شاء الله شكرا لك فضل الدكتور حقيقة الحديث معك جميل وماتح ولكن الوقت قد أزف ونحن على مشارف انتهاء هذا البرنامج لكم كل الشكر والتقدير ولكم أيها المشاهدون كذلك كل الشكر والتقدير وإلى لقاء آخر مع حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة